انتهى العد العكسي للرحلة المثيرة نجح إطلاق تيران واحد أول صاروخ في التاريخ مصنوع بتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد لكن خللا حال دون وصوله إلى مداره وجهنا خللا في المرحلة الثانية من الرحلة لكن عمليات الإطلاق الأولى غالبا ما تكون مثيرة على الرغم من أننا لم نصل إلى المدار فقد تجاوزنا بشكل كبير الأهداف الرئيسية للرحلة التجربية الأولى رحلت التطلعات لتدشين ثورة في عالم صناعة الصواريخ إلى رحلة تجربية قادمة لتيران واحد لكن الرحلة التجربية الأخيرة منحت للشركة المصنعة رياليتيفتي سبيس كما مهما من البيانات يتيح تطوير الصواريخ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الثورية يبلغ ارتفاع تيران واحد نحو ثلاثة وثلاثين مترا ونصف المتر بينما يتجاوز قطره المترين بقليل حتى الآن نحو خمسة وثمانين في المئة من كتلة الصاروخ مصنعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد وتطمح رياليتيفتي سبيس إلى رفع هذه النسبة إلى خمسة وتسعين بالمئة وهو ما يقلل تكلفة الإنتاج بنحو كبير جدا تشير الشركة المصنعة أيضا إلى أن عدد الأجزاء أصبح أقل بمئة جزء من تلك التي يتطلبها بناء صاروخ تقليدي والأكثر إثارة هو أن عملية الإنتاج تستغرق نحو شهرين لا أكثر من المواد الخام إلى المنتج النهائي يفترض أن يكون تيران واحد قادرا على وضع ألف ومائتين وخمسين كيلوغراما في مدار أرضي منخفض أما وقود الصاروخ فهو مزيج من الأكسجين السائل والغاز الطبيعي المسالة وإذا نجح تيران واحد في الوصول إلى مدار الأرض فسيكون أول صاروخ يستخدم فيه هذا النوع من الوقود ترجمة نانسي قنقر